يا صباح الخير يا صباح النور يا صباح الورد والياسمين والنشاط على عيونكم الساعة مثل ما نكون شايفين هلا 5 و 43 دقيقة عند الصباح طبعا الضو عم يطلع تقريبا شي ساعة 3 ونص يعني يعني الساعة 5 بيكون الدنيا الضو مكتمل على الأخير والسماء واضحة وإذا كان في شمسها قربت تطلع الشمس السماء طلعت بس الضو مثل ما نكون شايفين هذي هي حلات الصيف إنه النهار بيكون طويل كتير يعني الضو تقريبا بيطلع 3 ونص وشوي والدنيا بتعتم على اليداش وشوي كماني إنه عتمي على الأخير بتصير الساعة على اليداش وشوي ولسه ولسه بتطول أكتر لتعتم يعني مع الأيام اللي جاية ليك خلينا نشوف اليوم شو بنا نعمل بنهارنا الحمد لله صلينا صليت الصبح وقرينا الأذكار وهيك بيكون يعني منبلش نهارنا ونحن مطامنين ومرتاحين نفسيا ومتوكلين على رب العالمين خلونا نبلش وهلأ يا بنات بعد ما نكون شايفين أنا اشتغلت بالبيت قبل ما أطلع لبرى على الحديقة كنت حطة وجبة غسيل مشان إنشرة وعندي غسيل متل ما نكون شايفين على المنشر ناشف بس عليه شوية ندم الليل قلت لحتى هيك تضرب في الشمس تبقى أنا بنزله وبطوي أول شغلة يعني نشرت الغسيل لأني كنت حطة الوجبة أول من بارح بالليل حطة لدواء غسيل ووقت الفئت توضيت فورا شغلت الغسالة وكانت شاغلة الغسيل عندي بينجاك لأن أنا بحطه على درجة حرارة شوية عالية بحبه ينغل يعني بحب تكون المياه على الغسيل سخنة هيك هيك طبعي وهي خلصنا الغسيلات ومتل ما كن شايفين هلا الساعة 7 و 4 دقايق وكنت مخلصة مهام جوات البيت كمان تبقى بتشوفوها بالفيديو الجاي ووقت الشمس هيك طلعت شوي وحمي يعني الجو صار هيك شوي دافي اطلعت على الحديقة لأنه بدي أزرع اليوم مسكبة تانية من الجرجير فعندي مسكبة الجرجير الأديمة السفية جرجير منيح يعني ماشي حال أنا عم ما عم أطفهم الجزور عم أطفهم الأوراق ووقت أطفهم الأوراق تجب تطلعوا أوراق تانية فبس الأوراق بلشت هيك يعني أنه تصفر فقلت لازم لحق مسكبة بحيث أنه بينما تخلص المسكبة الأولانية بيكون أنبتت المسكبة هاي الجديدة بس قبل ما نزرع أي شغلة المفروض نجهز التربة نجهز التربة سواء كان إزا فيها أعشاب نقضلع الأعشاب هاي المسكبة مسمدة ما بدا تسميد لأني مسمتها من زمان وقت زرعت التوم فيها التوم خلصته أطفته كله عاته وشتت نبارح آخر وجبة أطفته وأتجففت معاكن البندورا وهلأ هوني مثل ما نكون شايفين اقتلاع أعشاب وبس حكش التربة وتهوايتها بحيث أنه وقت ما نريش بزور تبعية الجرجير تكون التربة طرية ما تكون آسية لأنه نحن وقت تتمطر عنا الدنيا وتطلع الشمس فتصير التربة آسية هيك مثل ما نكون شايفين صارت جاهزة وهلأ هذا الجرجير من عند أبو القاسم أطيب أنواع الجرجير الممكن تدقوا هذا الجرجير بلدي اللي بتجي ورقته عريضة طعمته مكسفة كتير 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 طيب حتى البنات إذا مثلا معكم حديقة فيكم تزرعوا بالبلكونة بفلينة الرابط طبعية أو القاسم رح حط لكم إياه بسندوق الوسط يلي بدو يطلبن عنده جرجير يلي بدو يطلبن عنده شتول ورد جوري أي شي متوفر عنده واللهي والجودة تبعيته ممتازة بعد ما رشيت الجرجير على التربة هلأ جبت الشوكة أنا هي بسميها شوكة أو حكاشة وهيك بنعومة عم أخلط بزور الجرجير مع التربة بحيث هلأ إذا بعد شوي سقيتهم يعني أنه ما تنغرز كتير البزري على الأرض وهوني كماني بلشت كماني حكش البصل البصل كماني عم يكبر ما شاء الله وأنا عم باخد بس العروق الخضرة تبعيته وما بقطفهم من السفل بخليه لحتى يكبر كماني البصل بين فترة والتانية بدو تنكيش التربة تبعيته مشان تتهوى مثل ما قلت لكم بسبب المطر الأرض بتقسى بتصير آسية يعني بتمنع دخول الهواء لتحت وهيك مثل ما نكون شايفين يا صبايا هوني أنا زرعت اللهم صلى على سيدنا محمد الجرجير مثل ما نكون شايفين بهاي المسكبة ونظفت كماني مسكبة البصل وكماني نظفت مسكبة الجرجير اللي أكلناها تقريبا كل ما باقي منها إلا بقايا وبالإضافة كمان لما سكبتنا على أكلاتهم نظفنا هون هلأ هون حابق لكم شغلة احتمال كتير كبير اني أسم روتيني اليوم لفيديوها يعني فيديو اليوم وفيديوها بكرة أنا هلأ أستبدي أدخل ما بدي أدخل بدي أشتغل كمان بالحديقة وبيدي أعمل شغلات كتيرة فاحتمالي اليوم يكون الفيديو طويل لهيك دائما وقت تكون الفيديوهات فوق التصوير وقت اللي بيكون فوق الساعة و ساعتين رأسا بأسمون لقسمين وبسرعون مشان ما يطولوا كتير كتير فمثل ما عمقلكون احتمال كتير كبير روتيني اليوم يتقسم لبكرة اليوم رح حط لكم قسم بالشغلات اللي عملتها وبكرة إن شاء الله رح حط لكم البقية الروتين اللي عملته سواء كان بالحديقة وسواء كان جوات البيت كمان فيه تنظيفات جوات البيت بدي أعمله وعملت قبل ما أطلع انشر الغسيل طبعا فيه شغلات عملت قبل ما أطلع انشر الغسيل فبالتالي إن شاء الله هلأ منشوف اليوم شو بدي ينزل وبكرة شو بدي ينزل يعني حسب ما نظم أنا الفيديو ومنتجه بقسمه على شغلات مثلا اليوم بدي أطبخ وبنفس الوقت بدي أعمل شغلات مشان أطلع مع رفيقتي فبالتالي يعني ما رح نزل الطبخ والتحلية والشغلة التانية معجنات بدي أعملها فرجيكني إياها شو هي فبالتالي أكيد ما رح نزل ثلاث وصفات كلياتهم مع بعضهم وما رح نزل معاهم الروتينات كلياتهم مع بعضا القدرة لازم تتأسم يعني على فيديوهين وهلأ خلونا نبلش نعمل اليوم تحلية هيك صيفية بتسرسح القلب عندي بيطين حطيتلهم نصف كاسة من السكر وضفتلهم ظرف فانيليا ليش ما بعمل ظرف الفانيليا بالكاميرا ما بعرف وبالشت أخفقون متل ما نكون شايفين ليش بدي أعمل تحلية وبدي أعمل كمان هلأ الفطاير الزعتر والجبنة لأنه اتفقنا نور الفيئتي نطلع الولاد مشوار يا أما هذا اليوم يا أما بكرة المهم بعد ما خفقت البيت وصار قوامه متماسك ضفت عليه نصف كاسة من الزيت وهلأ رح نضيف عليه نصف كاسة من الحليب وبيستمر بالتحريك متل ما نكون شايفين وهلأ بدنا نضيف الطحين الطحين ضفت كاسة كاملة من الطحين طبعا عملية النخل متل ما بلكن دائما مهمة جدا لأي كيكة بتكون تعملوها وكمان رح نضيف نصف ظرف من الفانيليا لأني أنا بعمل نصف عيار من الكيك بدي أعملوه على مقاس صينيتي إذا كانت صينيت كون أكبر ضعفوا الكميات كلها مثلا أربع بيضات كاسة زيت كاسة حليب كاستين من الطحين ظرفين من الفانيليا وظرف من البيكان بودر وهلأ هيك صارت جاهزة مشغلي الفرن على درجة حرارة 180 مو فوقه من تحت ودهد الصينية بالزيت وهلأ بنزل الخليط عليها وبحطها بالفرن على الطبقة الوسطانية لازم الفرن يكون محمي مسبقا هلأ شلناها وخلونا نبليش نعمل كمان هيك الخبز خلينا نقلع عنه خبز الزيتون مثل الفوكاتشيا بس ما عجنت الفوكاتشيا عملتها بالعجينة العادية حطيت ظرف من الخميرة الفورية كمان رح أمل نصف عيار ومعلقة من السكر وراح ضيف كمان عليها كاسة من المي وثلاث كاسات من الطحين يعني مقدار نص كيلو من الطحين ورشة ملح هاي العجينة الدائما المعتادة اللي بعمل طبعا بالإضافة كمان لربع كاسة من الزيت هوني حطيت الخميرة السكر الموي ظرف خميرة معلقة سكر وكاسة من الموي الدافية يعني مو دافية كمان تكون كتير يعني انه هيك متوسطة وربع كاسة من الزيت أول شي بحركن وهلأ بقى بهاي المرحلة بقى منضيف الزيت ومنحركن بعدين منضيف الطحين وأنا هلأ رح عجلهم على إيدي ما رح استخدم اللي عجانة متل ما قلت لكم وهلأ بقى شوي كمان رشة ملح فيكن تحطوا لمونكيهات مثلا زعتر أخضر يابس فيكن تحطوا حبة البركة يعني ما بفضلة المهم انه كونه بتكون تحطو لها زيتون أنا كون تحطو لها زيتون فيكن تحطو لها أكل للجبل أي بهارات الإيطالية التوابل الإيطالية فيكن تحطوها هلأ منعجنة هيك شوف كيف طلعت معنا عجينة طرية منتركها ترتاح تقريبا نص ساعة لأنه ما بتحتاج ساعة لأنها هي نص كمية يعني ما نكيله كما قلت لكم مننا نعمل هيك أكلات طيبة للولاد ناخدهم مشوار على البحيرة على وين من كان آخر الشي ضفت شوية زيت الزيتون مشان تتنكه بزيت الزيتون هلأ احتمال ناخدهم اليوم يعني بنفس اليوم وإذا ما زبط يعني أنه البرنامج تبعيدنا إن شاء الله بكرة من كل بدء مناخدهم بإذن الله بس أنا هلت هيك مشان نجهزهم حتى ما أتلبك يعني بالطلعة حتى إذا قررنا اليوم يكون كل شي جاهز هلأ هوني العجينة ارتاحت متل ما نكون شايفين هلأ شبنا نعملها بدنا أن نعملها قراص نكور أنا اللي مجي حطها بصينية الكبكيك أنا ليش حطيت الطحين بالصينية والله ما بعرف صدقوني ما بعرف ما شفت حال إلا شلت كيس الطحين وحطيته بالصينية مع أنه ما لازم لها ما رح استخدمه بس ما بعرف ليش هيك مبرمج مخي أنه لازم استخدم الطحين أو شو خطرها بالي ما بعرف جيت صرت واسحة قالت يلا لكي إيديك بالطحين مع أنه ما بدون إيديك بالطحين لأنه العجينة فيها زيت يعني ما رح تحتاج أبدا أبدا هلأ جبت صينية الكبكيك وبلشت حط فيها كرات بأد التجويف تبعية الصينية وماشاء الله طلعت العجينة على الأد تماما حتى الصبايا إذا ما كانت توفر عنكم صينية الكبكيك فيكن تعملوها بدون صينية كبكيك فيكن تكوروها كرات أنا هون عم بحشية جبنة هلا بتشوفوها خليت كم واحدة بدون جبنة أنا هي دول بحب هيك غمسهم بزيت الزيتون وعملت النص الباقي محشي جبنة فيكن تحشوها جبنة وفيكن تخلوها بدون حشي ومتل ما قلت لكم فيكن تستخدموا كمان للعجينة نوع من أنواع البهارات سواء كان زعتر بردي إكلي للجبال روزماري فيكن تحطوا زعتر عادي اللي منغمسه بالزيت يعني كمان بيطلع طيب أي شي بتحب وتحطوها منكيات للعجينة بتزبط كتير هون الجبنة اللي عم بيستخد ما أنا جبنة الأشقوان لا والله يمكن هي جبنة موتاريلا ليس الأشقوان الأشقوان وقتها خلصتها على البيتزا هي جبنة موتاريلا المهم هيك هلأ خلصتهم كلاياتهم كورتهم ومتل ما قلت لكم ما شاء الله طلعت تماما على الأد هلأ ما تجيب بيط إذا بتكون ما تحطوا بيط كمان ما تدهنوا بس أنا الكون بدي أعمل فطاير بالزيتون فمشان يلزأ الزيتون معاي عم ضيف البيط كماده لاصيقة يعني يعني بعدين إذا ما ما حطيتوا يعني بيفك الزيتون عنه أنا هي ولادي كتير بيحبوا لهي الأكلة لهذا النوع من الخبز كتير بيحبوا خصوص إذا كان الزيتون كتير وفي على إكليل الجبل حبي لكم شغلة يا صبايا أكليل الجبل وقت اللي بتحطوا بالفرن فوق العجينة بيجي بيبس بيجي بيعطي أرشة ونكهة كتير كتير طيبة لازم تجربوا أكليل الجبل فوق المعجنات وقت اللي بيبس وقت اللي بيتأمر وبتصيروا بتقرمشوا يا إلهي ما أطيبوا كتير طيب هلأ قوني عندي شرحات من الزيتون الأخضر أسمتهم للطرنشات أما الزيتون الأسود عندي يا مقسم خالص بس الأخضر ما مقسم فأسمتهم لدوائر دوائر وبعدين حطيتهم على الوجه هيك على وجه العجينة وحبت زيتونة يعني عملت تشكيلة من كل من كل ست حبات عملت تشكيلة زيتون أخضر زيتون أسود وأكليل الجبل اللي أنا يعني طعمته بتجنن رهيبة وقت بيتأمر وهيك بس فيكم كمان تحطوا ترشوا عليهم سمسم حبة البركة من فوق كمان بيمشي حال يعني فيكم تحطوا بنا دورة كرازية فيكم تحطوا جبني على الوجه أنا حطيت شوي وهلأ حطيتهم بالفرن طلعت صينية الكيك مثل ما نكون شايفين وقويت الفرن على درجة حرارة 200 هوني حطى نص لتر من الحليب وحطيت اللون عم حطلهم أربع معالي من السكر وعندي زرف بودينك فيكم تستخدموا الكاسترد صبايا أربع معالي إكبار من الكاسترد مع شوية حليب مشان أدوبون مثل ما نكون شايفين أربع معالي إكبار لنص لتر من الحليب أول شي من دوبهم بعدين منضيفهم منضيفهم فوق الحليب بس يغلي معنا مجرد ما غلي منضيف عليهم الكاسترد أنا هوني عم بستخدم كاسترد أو بودينك بنكهة الفريز كونوه لقيك موسم الفريز طيب كتير وبيسرسحة القلب سرسحة المهمة اللي هوني شو بنا نبلش نبلش نحرك نحرك فيكم تضيفوا أي نكهة بتحبوها يا صبايا فيكم تحطوا نكهة الموز الكاكاو أي شي بتحبوه أي نوع كاسترد متوفر عنكم فيكم تحطوا أنا ما حطيت الكاسترد الكاسترد حطيت بودينك من المحل الألماني بس الكاسترد متوفر بمحلات العربية والمحلات التركية بس أنا عندي بالبيت ما في عندي كاسترد حطيت بودينك هلأ هوني مجرد ما سمك معاي بوقف بطفي الغاز ومنشيله منحطه فوق صينية الكاكة اللي جهزناها مباشرة هلأ الصينية الكاكة شوي باردة شوي مو كتير بس هلأ مجرد ما غلي معانا غلوتين البودينك خلاص منحطه فوق الصينية ونتركه لحتى يجمد ويبرد معانا على الأخير يعني أنه بده شيء أربع ثلاث ساعات ثلاث ساعات لأنه هو فورا بمسك الكاسترد أو البودينك وإذا كان ليلة كاملة بيكون أحسن يعني بس يعني إذا كنتم مستعجلين بيبشي حالة ثلاث ساعات وهاي طلعنا الخبز الفوكاتشيا الكذاب من الفرن شوفهم أحلى منظرهم هيك طالعين متل الفطر متل حبات الفطر بتحسون كتير ريحتهم حلوة جدا جدا ريحتهم حلوة زيت الزيتون طاغي على ريحتهم كتير هي والروزماري وهلأ متل ما نكون شايفين أول بأول ريحطهم بالمطبقية مشان يضلوا طرايا وضل هيك ريحتهم بقلب المطبقية ما تروح ريحتهم هلأ الصيف وهلأ بتكتر الطلعات وبتكتر الفوتات يعني أنا كمان ما بدي أحبس الأولاد بالبيت صحيح أنا حاب إنعزل بالبيت بس يعني كمان الأولاد من حقهم يطلعوا يعني إنه مشوار على شي مكان وهلأ ليك متل ما نكون شايفين الكاسترد برد معانا عمي برود هلأ بدخلوا على البرات شوي وبعدين بدي طالعوا زينو وهيك صاروا جاهزين معانا هلأ منسكرون ومنغطيون شوفهم أحلى شكلون كتير حبيت شكلون وهلأ هيك بعد ما بردت معاي تقريبا خليتها تقريبا شي ساعتين تبرد بعدين بلشت زينها حطت لفستو أحلى بعد داير طبعا الزينة زوق شخصي في كونت زينوه بالشي اللي بتحبو في كونت حطو جوز الهند بتلبق كتير معها جوز الهند بس تعرفوني أنا بحب الحب الأخضر المهم وعندي فريس كماني كونه البودينج أو الكاسترد بنكهة الفريس فحطيت فريس هيك شرحات الفريس قطعتهم شرحات شرحات رقيقة وحطيتهم على الداير والله وهيكي بيكون كاكة الكاسترد صارت جاهزة عن جد يعني هي طيبة أنا مجربتها بهذه المرة كتير كتير طيبة وحتى منزلتها معاكم بالقناة تبايت أطيب الوصفات معجيلة من زمان كتير من زمان وهيكي رح أخذها طبعا هي هي الصينية إلى غطة طبعا بغطية وباخدة هلا أكيد رح أقطع لكم إياها مشانا نشوفوا شكلها من جوه وتبعا نبرجع القطعة من مرة تانية لمكانة وهيكي لازم نكون حريصين جدا على تقطيع بحيس إنه إذا رجعنا القطعة تكون يعني إنه هيكي بشكلها حلو هون عم بقطعة شوي شوي بس أنا قلت يعني لازم تشوفوا شكلها من جوه أكيد ما رح خليكم من دون ما تشوفوا وهلا طبعا بس خلصها رح أرد رجعها على البراد مشان تبرد هيا طيبة تكون تكون باردة وهذا هو شكلها من جوه مغلفة من كل الجهات بس بمحل التقطيع بتكون باينة طبق تلكيك حتى على الأطراف من برة الطرف البراني وقت نزل الكاسترد على الأطراف أغلفوا كماني وهيكي بيكون الجزء الأول من روتيني اليوم خلص إن شاء الله بكرا بنزل لكم الجزء الثاني والشغلات اللي عملتها وهيكي بيكون الفيديو لليوم خلص بتمنى يكون عجبكم بتمنى يكون استمتعتوا فيه واستفدتوا منه وإذا عجبكم صبايا لا تنسوني من اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا طروني الفيديو جديد وروتينات جديدة ووصفات جديدة وفلوكات جديدة وبستنة جديدة بقناتي جيلانت شانيل باي باي